اشتركوا في القناة قبل ما ندخل على الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الجمهور زخرت حياة الفنانة مديحة كامل بالأحداث والتغيرات جمعت مديحة كامل بين الشهرة والزهد، الجمال والسحر، الأضواء والاعتزال، البراءة والأنوسة الطاغية كانت حياتها حافلة، صعدت خلالها إلى قمة النجومية ثم اعتزلت لتستعد لرحلتها إلى الله حيث رحلت فجأة في شهر رمضان وبعد صلاة الفجر، يوم 13 يناير عام 1997 وطبعاً كالعادة انتشرت العديد من المعلومات المغلوطة والشائعات حول ملابسات وفاة الفنانة مديحة كامل وحول مرضها وأيضاً عن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياتها علشان كده معنا النهاردة ابنتها الوحيدة مرهان الريس لتكشف حقيقة المعلومات وتوضح كمان ملابسات مرض وفاة والدتها الفنانة الكبيرة مديحة كامل قالت ابنة الفنانة مديحة كامل في تصرحات خاصة لليوم السابع أمي لم تكن مريضة بالسرطان كما تداول البعض لكنها أصيبت عام 1986 بمرض الروماتويد وده كان قبل اعتزالها وكانت حياتها تسير بشكل عادي جداً وطبيعي كانت متعيشة مع المرض خاصة بعدما تابعت مع طبيب أجنبي أعطاها علاجاً كانت تسير عليه بانتظام كانت تمارس حياتها وفنها بشكل طبيعي وبعد اعتزالها تسبب الروماتويد في إصابتها بمية على الألب وكان ذلك عام 1992 ثم تم علاجها بالكورتيزون اتحسنت حالتها بشكل كبير عادت الفنانة مديحة كامل لممارسة حياتها بشكل طبيعي وذهبت أيضاً لتؤدي فريدة الحج وده كان عام 1995 قدت الفريدة مع والدها وكانت كمان بتقوم بخدمته أثناء الحج ولما سألوا مريهان عن أسباب وفاة والدتها قالت وفاة أمي كانت وفاة غير متوقعة كانت زي الفل كانت بتمارس حياتها عادي جداً زي أي مريض بمرض مزمن متعايش معاه كتير من المرضى بيتعايشوا مع مرض الروماتويد لسنوات طويلة مريهان طبعت كلامه وقالت كنا في شهر رمضان اتسحرنا والدتي كانت طبيعية جداً دخلت أتابع ابن يوسف فنمت جنبه ظلت أمي مع زوجي ينتظران صلاة الفجر تحدست مع عدد من صديقاتها تلفونياً كانت الفنانة مديحة كامل بتحس صديقاتها على صلاة الفجر وبعد ما صلت الفجر دخلت قدتها علشان تنام وكانت خلال هذه الفترة بتحفظ صورة البقرة وتضع إلى جوارها كتيب لتتابع حفظها وبعد صلاة الفجر بتواصل حفظ الآيات من هذا الكتاب اعتدت الفنانة مديحة كامل على ضبط المنبه كانت بتضبطه على الساعة 12 ظهراً وده علشان تقوم وتصلي صلاة الظهر مريهان بتكمل كلامها ولكن غلبتها دمعها قالت سمعت صوت المنبه بشكل متواصل دخلت علشان أصحي ماما ولكنها لم ترد لم يخطر ببيلي أبداً أن أمي ماتت فوجهها كان مضيئاً وجسديها كان ليناً ظللت وناديها واعتقدت أنها أصيبت بإغماء كملت كلامها وقالت ناديت على زوجي بسرعة نقلناها المعهد للقلب لأنه كان جنبنا الأطباء أعطوها صدمات كهربائية وده لإنعاش القلب وبعدها أخبروني أن هي ماتت وصدت بصدمة عصبية كملت كلامها وقالت ظللت لمدة 12 عم مش قادرة أصدق ومش قادرة أقول أن ماما ماتت ودلوقتي هتكشف لنا مرهان ما وجدته في الدولاب الخاص بالفنانة مديحة كامل بعد وفاتها وجدت ابنتها عدد من الكتيبات الدينية هذه الكتيبات توزع في العزاء الصدق على روح المتوفي طبعتها الفنانة مديحة كامل واحتفظت بها دون أن تقبر أحد عنها وبالفعل تم توزيعها بعد وفاتها طبعا هي كانت حاسة أن هي هتموت سبحان الله مرهان كملت كلامها وقالت اكتشفت أن هي كانت بتعمل كتير من أعمال الخير كانت بتقوم بها في الخفاء وتشيء إلى أنها كانت تحب جدا مشاهدة أعمال والدتها قبل وفاتها بتقول كمان كنت بحب أشوف مصرحية يوم عاصف جدا حيث كانت الشخصية تحمل تشابها كبيرا مع شخصية والدتها الحقيقية لكن مرهان بعد وفات والدتها لم تعد قادرة على مشاهدة أي عمل من أعمالها الفنية بعد وفاتها وزي ما عودتكم دايما نتكلم عن الفنانة مديحة كامل بس قبل ما نتكلم عنها ونتعرف عليها أكتر هحكي لكم حكاية من حكايات مديحة كامل من ضمن حكاياتها اللي ذكرته الفنانة مديحة كامل لمجلة المجلة في العدد 516 الصدر عام 1990 حيث تروي النجمة الراحلة قصة المجنون اللي فضل يحبها لأكتر من 15 سنة ظل يتبعها من استوديو لستوديو تركت دراسة وفشل بها بسبب حبه لمديحة كامل ساعده كونه ما يصور الحال أنه يمتلك معرض كبير للسيارات أصبح مشهورا بين العاملين في الفن أصبح بالنسبة لكل العاملين في المسرح والسينما مجنون الشهرة أس الشركة انتاج خاصة علشان يتقرب من الفنانة مديحة كامل ظل يرسل لها السيناريوهات للقيام ببطولة أحد أفلامه لكن مديحة كانت بترفض التعامل معه الأميرة الجميلة الساحرة مديحة كامل أحبها الملايين وقع في غرامها الكثيرون لكن هي أحبت الفن عاشت نصف أمرها الأول لا ترى حبيبا غيره كرست كل حياتها ومشاعرها من أجل الفن مديحة كامل تولدت يوم 3 أغسطس عام 1946 بالأسكندرية والدها كان يمتلك عدد من مضارب الأرز أحبت الفن منذ طفولتها شاركت في فراء التمثيل والمسرح وهي طالبة في الابتداء والإعدادي الفنانة مديحة كامل حصلت على كأس المدارسة عن تجسيدها لشخصية ربع العدوية مديحة كانت بتمارس رياضة الجنباز والكرة الطيرة لفتت مديحة كامل الأنظار بجمالها منذ صباها حصلت على لقف فتاة الشاطئ في إحدى المسابقات على شاطئ الأسكندرية في سن 16 عام ووضعت صورتها على مجلة الكواكب مرهان بنتها قالت بعد نشر صورة أمي بمجلة الكواكب تلقت عروضا كثيرا بالتمثيل لكن والدها رفض لأنه خاف عليها من الوسط الفني وكي يورديها وافق وافق أن هي تشارك في بعض ورود الأزياء لكن هي ظلت تحلم بفرصة التمثيل خلال هذه الفترة وجدت مديحة كاملة لحل في تحقيق حلمها بالتمثيل وذلك في الموافقة على الزواج من أحد أصدقاء والدها اللي تقدم للزواج منها علشان وعدها بأنه هو يسمح لها بالتمثيل اتجوزت علشان تمثل تخيلوا قالت بنتها تقدم لها والدي رجل الأعمال محمود الرئيس وكانت في تانية سنوية كان بيجبرها في السن بسنوات كثيرة ولكن وافقت وافت على هذا الزواج التقليدي حتى يكون سبيلها لممارسة الفن امتحنت الفنانة مديحة كاملة السنوية العامة وهي حامل وبعد إن جاب ابنتها الوحيدة مرهان بدأت مشوارها الفن مرهان قالت وهي في الأسنصير شاهدها المخرج أحمد ضياء الدين صدفة وعرض عليها المشاركة في فيلم فتاح شاز عام 1964 وده كان أول دور في السينما للفنانة مديحة كامل الفيلم كان بطولة رشدي أبازة وشويكار وأحمد رمزي شاركت فيه بدور صغير بعد ولادة بنتها وبسبب الغيرة طالبها زوجها بالتفرغ للحياة الزوجية فرفضت مديحة كامل وتم وقوع الطلاق بينهم كان عمر بنتها حوالي عام ونصف شقت الفنانة الجميلة طريها لعالم الفن بعد طلاقها من زوجها الأول لرجل الأعمال محمود الرئيس حيث تزوجت مرتين وعن ذلك بنتها بتقول والدتي تزوجت مرتين بعد والدي بعد ثلاث سنين تزوجت من المخرج شريف حمودة وكانت زيجة قصيرة جدا لأنها اعتقدت أنهم هيساعدها في عملها بالفن وهذا لم يحدث فتم الطلاق بينهم بعد فترة قصيرة سبب الطلاق أن حدثت له مشاكل كتيرة مع الدولة بعد صورة التصحيح اضطر للسفر طلب من أمها أو الفنانة مديحة كامل أن هي تسافر معي رفضت مديحة كامل لأنها ما يديرتش أن هي تترك بنتها أو تترك أهلها أو فنها ده كان في السبعينات بعدها لم تتزوج مديحة كامل بالرغم من عروض الزواج الكثيرة والمغرية بنتها من أهم بتقول كانت زيجات أمي من أجل الفن وتركت حبها أيضا من أجل الفن لأنها كانت موهوبة تسعى لتحقيق ذاتها وبالفقرة دي نكون وصلنا النهاردة لنهاية حلقتنا عن الفنانة الجميلة المحبوبة الفنانة مديحة كامل أتمنى أن الفيديو عنها هيكون عجبكم النهاردة اللي عجبوا الفيديو ما ينساش يغبط لايك زي ما أقول لكم في أول الفيديو إن شاء الله دايماً أكون عند حسن ظنكم وأتمنى أن الفيديوهات يتكون بتعجبكم موسيقى